هاي سمعاتي في كيفية حساب تكلفة الـ Operations لشركة استيراد صغير مدام انت عايز تحسب التكلفة يبقى انت بتتكلم على التسعير والتسعير انا بعمل الكوز مجاني ومتكلم على النقطة دي فيه وده بينزل كل شهر ونزل خلاص في شهر مارس اتقابل بقى والاسبوع من شهر ابريل هينزل مجانا وادخل بقى شوف القصة دي تتحسب ازاي موضوع التكلفة فيه ناس بتغلط فيه غلطات كتير يقولك انا بحمل مثلا ايجار وكهربا ومرتبات على سعر الحاجة وبح طب هو انت افرد بعت من الحاجة دي مية وافرد بعت ألف ازاي بتحملها ما فيه حاجة في التكلفة اسمها تكلفة مباشرة وغير مباشرة والمباشرة فيها سبتة ومتغيرة على فكرة انا شرح الكلام ده كمان على اليوتيوب يعني ممكن ادخل شوف فيه بلاي لست كاملة على اليوتيوب عن التسعير اعتقد فيها الكلام ده بالتفصيل مش لازم بقى تستنى الكورس بتاعي دي فده اجابة كده للاخ هايسر لان صعب اعود اشرح لك الحكاية دي والمعدات بتاعتها دلوقتي هل يا دكتور اللي حسن ابو علي هل يا دكتور الشغف اللي بيروح حلوا ايه ستارتاب بعد هو اللي خبطت الانجليزي دخلت الشغف اللي بيروح بعد الستارتاب على فكرة موجود في كتب الكلام ان دايما بتلاقي فيه كيرف في بداية البزنس في الشركات الصغيرة بتلاقي الكيرف كده ايه شوية مخادع الشركات في بدايتها كده تلاقيها في البداية خالص كده تنتعش كده وتبيع كويس ليه بتبقى عاملة ترويج وكل الناس الشركة بيبيعوا القريبهم والترويج ده بيخلي الناس تيجي تجرب وبعد كده ممكن ما يلاقوش قيمة قوي وينصارف فتلاقي فيه كده في الكيرف كده نطة فوق كده شوية وبعد انت رجع تنزل تاني من ضمن اسبابها ان الشركة بيبقوا متحمسين وبيفقدوا حماسهم مع نازلة السوق ومع التحديات ومع ان لقوا ايه البيع قليل والموضوع ما كانش فاللي هيدخل بيزنس لو سمحته لازم يخفض توقعاته ولازم يتعامل ما قولنا مع الفشل بشكل ايجابي يعني كان فيه شركة قريب مثلا ايه بيكلموني بيقولولي احنا فيه عندنا اه بنفكر ان احنا نزود منتجات فيه بديل ان احنا نزود ثلاث منتجات وبديل ان احنا نزود خمستاشر منتج ايه الاخبار قلت له طيب انت الوقتي ليه حطت البديل بتاع الثلاثة او الخمستاشر متجرب الخمستاشر بس لو الخمستاشر فشل منهم عشرة خلاص انت عرفتها تستمر بايه يعني جرب الخمستاشر ومتتوقعش ان كلهم هنجحوا وقتها الفشل ده يسجل نجاح لان انت هتختار الثلاثة على اساس ايه منت يمكن تلاقي واحد من الاثناشر اللي انت سيبتهم كان منتج كويس فانت ايه تخفض توقعتك وتتعامل مع الفشل بايجابية ولما الامور تبدأ ما تبقاش زي ما انت متخيل تبقى مستعد لانك في الدراسة بتاعتك حاطت اسوأ لاحتمالات فما فيش حاجة تخضك كده وتحبطك وتكتأب كده وتروح تنم في البيت وتربي دقنك وتقول ده الموضوع طلع ان الزباين ما جاتش وقف التوابير ولا حاجة ما فيش حاجة اسمها وقف التوابير دي خلي ولك كل ده كلام في الهقص يعني فموضوع الحماس والعاطفة ده محتاج طبعا ممارسة وتدريب وبالوقت ان الواحد لما بينضج بيبقى بيحاول يفصل نفسيته واندفاعاته عن الشغل لحد ما علشان تعرف تديره تبقى عندك كده ايه صلابة كده وثبات انفعالي اخ هشام ابراهيم ازاي اوازن بين فرص او انشطة الشركة الحالية وتقييم اي نشاط افضل عشان استثمر فيه دايما فيه مقولة سائدة او يعني ايه تفكير سائد كده ما بين الشركات ان الانشطة اللي الناس شغالة فيها كلها بتكسب واحنا نشاطنا اللي تعبان وهو الحقيقة كل الانشطة فيها تحديات دايما اولى نشاط انك انت تقدر تكسب فيه هو اللي خبرتك فيه وده قلبه خطر حاول تعمل تحليل وتشوف ايه اسباب انك انت مش بتكسب وتحاول تعالجها لانك لو دخلت لأي نشاط تاني مش هتلاقي الموضوع وردي وانا اتكلمت عن قبل كده فرص النمو اولهم نفس سوقك نفس عملائك الا لو فيه متغير رهيب جدا خليك تغير النشاط ما بلاش نستسلم لفكرة ايه ازاي وازن بين الفرص لا خلي دايما الخارج نشاطك حطه فيه اخر الاولويات خلي الاولوية رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة هو شغلك ازاي تزبطه لو عايز اعمل مشروع توصيل خضار وفاكة اونلاين بأجر رمزي مثلا اويا مخفص لا 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 صعب جدا صعب جدا ما زال البقالة والخضار اونلاين اللوجيستيكس والاوبريشنز فيها مشاكل جامدة انت لو عايز توصل بأجر رمزي اتنين جنيه ده يعني عايز لك كم اوردر في اليوم علشان تكسب وازاي الاوردر هيكلفك اتنين جنيه ده مستحيل اسأل بتوع الشحن لا يعني اللي انت بتقوله ده لسه معناه انك ما درستش خالص وبتقول فرضيات خيالية ومفرطة كده في الخيال لا تعمل دراسة جدوى انك تشوف الامور وتكلفتها وبعدين انت بتقول ايه مشروع توصيل خضار وفاكهة يعني انت هتوصل بس ولا هيبقى انت بتبيع الخضار و الفاكهة هتبيع الخضار و الفاكهة دي اوبريشنز هتوصل دي اوبريشنز تانية لان الخضار و الفاكهة حاجات ما بتعش كتير هتجيبها من العبور هتجيب ايه بقى في حاجات بتبوز على طول لو استنت دي شغلانة الواحدة مكتبية خضار وفاكهة دي شغلانة ومش سهل ليها معلمينها وعشان تكسب منها في عشان كده دايما اللي بيشتغل اونلاين في الحاجات دي لازم يشتغل غالي وغالي اوي في ناس اسمه تطبيق اسمه فاكهاني وشركة ستارت اوب يعني اعتقد محققين قدر من النجاح بس ما اظنش كده ما اظنش ان الامور بزهزها معهم اوي لان مش يعني مش بيسمعه اوي زي ما ايه ما انت تدخل ان سوق الخضار والفاكهة ده ضخم لان اسعارهم غالية يعني غالية فوق المتوسط بكتير تقول ايها بقى احنا نجحين مصطفى احمد احنا نجحين في التوريدات وعندنا ويب سايت لكن حركة قولي ايه ده جد ربما موجود وروض كتير هل اركز على التوريدات ولا هتم بالويب سؤال ما اقدرش اجاوه عليه قوي توريدات ايه والويب سايت بي تو سي ولا بي تو بي وانت يعني ايه نقط قوتك ونقط ضعفك ايه السيولة ايه الفرص ايه الفرص اللي اونلاين وايه الفرص اللي موجودة في الجهات اللي بتورد لها وهل بتورد منقصات في حكومة يعني ما اعرفش اجاب على السؤال ده ده محتاج فيه كورس كده او فيه انا عامل محاضرتين على الاسوات انا لسل تحليل اسوات ادخل شوفهم وبعدين وبعدين اه بعد التحليل ده ممكن تفكر او تبع او تخلي السؤال اكسر وضوحا عشان اقدر اه يعني اعرف اجاوب عليه هو رجع القطع خلاص وليد سؤاد بيسأل عن رضا العملة بيقول عميل تعبني قوي بعد ما خد قطع تغيير لمدة تلت شهور وبعد كده بيقول لي مش هي وطلب واحدة تانية مع العلم ان هو لم يدفع حتى الان ورجع القطع وطلب قطع جديدة تنصح بايه ارضي عميلك واخسر فلوس ببساطة وطبعا انا مش عارب بقى قطع تغيير دي بكام والراجل ده علاقتك بيه قبل كده ايه والقيمة العمرية للعميل لكن القعدة العام اخسر فلوس يعني برضو ودايما الناس بيبعتوا لي نفس السؤال يعني لسه على اليوتيوب فيديو انا منزله بتاع رضا العملة فواحد قال لي يا دكتور حرام عليك ازاي واحد ياخد الحاجة ويستعملها وبعدين نجيبها احنا منه تاني وهل انت لو عميل ترضى تاخد حاجة مستعملة ما هو بقى فيهم كلامي غلط الحاجات اللي بترجع من العملة بعد ما يستعملوها دي حضرتك قدامك بديلين يترميها في الزبالة يترميها في الزبالة يعني هتخسر فلوس ايه ليه عشان تكسب العميل اكترى انا ما قلتلكش انك تباح ارميها في الزبالة وكسب عميل اخسر وكسب عميلك بس ببساطة يعني الموضوع عشان كده هو في الاول بيبقى صعب بس تابع الراجل ده تابع القصة دي حصل فيها ايه وانا قلتلكم انا شخصيا يمكن حكيت القصة دي قبل كده كتير اللي خلاني اقتنع بالكلام ده ان كان الدكتور زهير سابت قال لي اعمل الكلام ده وكان فيه عميل وفيه خناقة معاه وجبته الراجل وصالحته معا انه هو كان عمل كل الحاجات الغلط في الدينة اللي انت بتقولوا عليه والراجل لما تصالح لقيت ان ايه ما كدبش خبر كسبت من وراك تير جدا ورأي وقته ريب جدا وقته قصير يعني فلاقيت ان الكلام مزبوط بيشتغل وانا بقول للناس انا براهن على نفس الكلام ما تبصش للموضوع ايه ليه لان احنا بنفتح عشان نجيب عمله نجيب موظفين عشان نجيب عمله وانبيع له وانقعد نصرف اعلانات عشان نجيب عمله وانشيك المكان عشان العمله وانعمل برشورز عشان نجيب العمله جيه العمله اتيجي تقولك ايه ده هيخسرني ده خمسين جنيه ده مرة فيه حضر معايا حد ربنا يمسيه بالخير مخزن ادوية قال لي الدكتور اتصل وقال فيه علبة نقصة في الوردر وانا متأكد صاحب الشركة بقولك انا متأكد انها محطوطة في الوردر قلت له لأ حضرتك دي غلطة من عندك والعلبة موجودة في الوردر اما اتخانق مع الناس وقال لهم عمري ما هطلب منك تاني فانا سألته قلت له طيب هو الرجل ده كان بياخد منك بكم في الشهر قال لي في حدود ثمانين تسعين الف جنيه قلت له طيب والعلبة دي بكم قال لي بتلاتين جنيه قلت له طيب ايه رأيك انت قال لي بس موجودة قلت له يا عمري موجودة موجودة ابعتها له تصل بيه واعتذر له وبعتها له عارفين لما كلمه حصل ايه قال له على فكرة احنا لقيناها فعل بس انا برضو ما كنت ناوي ما تعملش معاكو تخيلوا ليه لان انا شغال معاكو بقالوا الفترة دي كلها وبشتري بالمبلغ ده وجيتوا وقفتوا الشغل وقفتوني وحققتوا معايا على تلاتين جنيه الرجل لا العلبة يعني هو تأكد ان كلامهم صح العميل مش هيتصل بقى يعتذر لك لانك انت شاطفته بقى في البد فقال له لا ده انا كنت باتصل بحضرتك علشان ابعتها لك وإحنا غلطانين قال له طب يا سيد يلا اتمل الأوردر بيملوا الأوردر الصيدريات المخزن ما تجيش تقول لي بقى ده ايه انا واخدها واتحك علينا وهينصب علينا لا ده ممكن يكون هو عنده حرامي أصلا يعني التفسير مش ان هو هينصب عليك ده مش أول تفسير شيره من دماغكو النظريات المؤامرة دي اللهي ما عرفش عمار عمر ده بيعمل ايه ده من الحاجات الغريبة أنا ما عرفش بصراحة بصراحة بيقولك بيدي كورس بـ 40 ألف جنيه 50 ألف جنيه بيحسرني على نفسي وأنا قاعد أعمل الكورسات ببلاش وبعشرة دولار وبتاعه يعني في ياسر الشناو بيقولك رأي حضرتك كيف طريقة عمار عمر للوصول إلى الثروة بسرعة هو ما فيش ثروة بسرعة ما فيش ثروة بسرعة بشكل قانوني وأخلاقي خالص فيه إنك بتدرس وتبزي المجهود وتتعلم وتاخد منحنة تعلم أوله بيبقى صعب وبعد كده آه ممكن يختلف نسبيا لو عندك خبرة المنحنة داي قيل بقللت المخاطرة أي قيل لكن ما فيش حاجة اسمها إيه تعال كده مفاهمك إزاي في خلال سنة آه من غير ولا حاجة تركب بقى العربيات الرهيبة وتبقى معاك المليون هو أنا كان مرة آه حد حضر معايا حضر معايا ولاقيته عامل إعلان هو بيدي كورس بيقول يا جماعة إيه كورس تعال أحضر كورس المليونير إزاي تبقى مليونير أنا اعترضت على الكورس أصلا لأن أنا يعني عارف الشخص وإن كان صادق ما هو ما بقاش مليونير لسه فأنا قلت له أنا يعني شوية أنت بتبالغ ليه كده شوية في المفيش داعي لأن ده يعني مش من أخلاقيات التسويق المهم هو اعترض وأنا قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده مش أخلاقي لأنه مفيش حاجة اسمها كورس المليونير هو بقى ده بيتكلم هناك عن ملايين الملايين اللي ممكن يبقى مليونير اللي بيقلف كتاب إزاي تبقى مليونير هو اللي هيبقى مليونير واللي بيدي كورسات باربعين ألف ده وناس بيقول لك ده مرة حضر في مصر وكان معرفش ولا إيه ده في مصر وكان حضر له ميت واحد طب ما هو دول 4 مليون جنيه خلاص هو بقى مليونير هو خلاص هي دي الطريقة بس هو مش هيعمل الكورس عشان يقول لك يعمل كورسات هيقعد بقى يقول أي كلام أنا طبعا بقى أقول لك إيه القواعد أنا معرفش هو بيعمل إيه بصراحة ولا عارف هو بيشرح إيه في الكورس بتاعه عشان يعني برضو برضو ما يبقاش الكلام يعني شهدتي مجروحة فيه لأنه أبيدي كورسات وأنا أبيدي كورسات ها رب يشبهون بس كأن اللي أبيدي كورسات كلهم مليونير لا ده دي شبهة دي شبهة ويعني فأنا معرفش لو حد فيكو يعرف الرجل ده بيعمل إيه يبقى يقول لنا أو حد بقى يضحب نفسه يروح ياخد الكورس كده ويبقى يحكي لنا القصة دي إيه لو هو الموضوع كده أنا هبطل أدي كورسات وهروح أخد الكورس بتاعه وأعمل زي أعمل زي ما هو يقول يعني ليه تاخد من الشبهة دي يعني فيه دكتور مصري يعني أنا أنصحكم تتبعوه برضو ولو إن هو ممكن أرأه تبقى صادمة لبعض الناس بس هو أرأه بتمثلني مية في المية اسمه دكتور اسمه وصم الخواجب بيعمل لايف أسبوعي برضو هو بتاع سيكاتري يعني بتاع أمراض نفسي فلوما تقولها ظريفة جدا بيقولك إيه يا عزيزي كلنا أغلب من الغلب كلنا أغلب من الغلب يعني ما إيه ما حدش يضر كده في نفسه ما حدش يطلع يقولك أنا مليونير ما إحنا قلنا الموضوع إيه كل الناس أغلب من الغلب يعني فيه الأخ أحمد بدر أحمد بدر بيقول هل ممكن في الأزمة بسبب السيولة هل ممكن أطرح أسهم للبيع ممكن لو كانت الشركة قانونية شركة مساهمة وهيبقى الناس مضمون لهم جزء في ملكية الشركة ما هو لما تطرح أنت أسهم معناها أنك بتستغنى عن ملكية جزء من الشركة بخطة واضحة أنك أنت لو الشركة متعسرة وفيها مشاكل ممكن تاخد فلوس فيبقى في الحالة دي أنت خسرته وخصرت الناس اللي معاك يبقى المشكلة في التمويل بس مش المشكلة خارجية ومش المشكلة داخلية خارجية في السوق ولظروف قاهرة أو داخلية عندك مش التمويل هو اللي هيحلها طبعا أحد وسائل التمويل إحنا قلنا إيه تمويل ذاتي يأما من الشركة أو تسايل أصول غير مستقدمة بضع رواكد أجهزة ما بعدتش شغالة معدات تقفل فروع وبعدين تدور على تمويل خارجي تمويل خارجي قروض من البنك وما نصحش بيها خلص لكذا سبب أو تاخد فلوس من الناس تشغالها ودي أنت لا تفقد ملكية ولكن بتفقد نسبة من الأرباح لو فيه أرباح وإنك أنت تبيع وتدخل شركة وتدخل شركة لو شركة أشخاص أو تبيع أسهم لو شركة أموال فبتفقد ملكية وبتفقد أرباح يعني دي بداية للتمويل بشكل عام كده مطروحة بس المهم يبقى عندك خطة واضحة مشكلتك هل بسبب التمويل وبسبب مبلغ قد إيه وهتاخده هتعمل بي إيه وهكذا أعتقد ده كان ما يمكن الحديث عنه النهاردة ألقاكم على خير الأسبوع الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا